بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة الرياضيات لصف الأول الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الثاني معكم المعلمة أمل تمامي. اليوم بإذن الله سنكمل موضوع مفهوم خفيف وثقيل سأبدأ بالتذكير بآداب الدراسة عن بعد أو القوانين التي لابد أن نتبعها سواء أن كنا في عبر المنصة أو حضورية في المدرسة. الحرص على الذهاب إلى دورة المياه قبل لبدء الحصة. إحضار الكتاب والقلم وضعه بجانبك عند الحاجة لها. الجلوس بشكل صحيح في مكان هادئ بجانب أمرك حتى يقوم بمساعدتك عند الحاجة. وإيضا حتى تستطيع التركيز في الدرس عندما تكون في مكان هادئ. عدم مغادرة الحصة قبل انتهاء الدرس حتى لا يفوتك نأتي للأهداف التعليمية التي نريد أن نحققها. بإذن الله في حصة اليوم أن يكرر الطالب والطالبة أسماء المفاهيم ثقيل وخفيف خلف المعلمة. ثم يميز المفهوم ثقيل وخفيف من بين عدة صور أيضا يصنف مفهوم ثقيل وخفيف في مجموعات. أما الهدف رقم أربعة هو أن يلون الطالب مفهوم ثقيل وخفيف المحدد. لا. نبدأ بهذه الصورة. هل فكرت يوما لماذا نستطيع حمل بعض الأشياء بسهولة وبعض الأشياء لا نستطيع حملها إلا بسعوبة؟ ذلك بسبب اختلاف أن هذه الأشياء تختلف في وزنها. بعض الأشياء بسهولة أستطيع أن أحملها لأنها خفيفة. واحد الأشياء تصبح ثقيلة لأن وزنها ثقيل. إذن تختلف في الوزن بناء على حملها باليدين. مثل هذا الولد الآن يحمل ريشة وهذا الولد يحمل كتلة حديدية. لاحظوا تعبيرات الوجه للولد هذا يشعر بصعوبة حمل هذه الكتلة الحديدية لأنها تمثل مفهوم ثقيل. أما الريشة فهي تمثل مفهوم خفيف. أيضا هنا لدينا فتاة في الصورة الأولى تحمل صندوق. هذا الصندوق بسهولة تحمل درجة أنها استخدمت يد واحدة. لاحظوا تستخدم يد واحدة لأن هذا الصندوق خفيف. وزنه خفيف. أما هذا الكيس الذي يحاول هذا الولد أن يحمله في يعتبر ثقيل. لاحظوا تعبيرات الوجه للولد بصعوبة يحاول أن يحمل هذا الكيس لأن هو ثقيل. طيب إذن نستطيع قياس وزن الأجسام عن طريق حملها باليدين وأيضا عن طريق استخدام الميزان. إذن نستخدم مفهوم ثقيل وخفيف للمقارنة بين الأوزان وللقياس وزن الأجسام نستخدم الميزان. هذا هو شكل الميزان. هنا عندي ميزان في الصورة الأولى وفي ميزان في الصورة الثانية. لاحظوا كل الصورتين الميزان فيه كفتين. فيه كفة عن اليمين وكفة عن اليسار. هذه كفة وهذه كفة أيضا هنا كفة على اليمين وكفة على اليسار هذه الكفتين تمثل الثقل للأشياء إذا كانت لاحظوا إذا كان الشيء ثقيل تنزل هذه الكفة للأسفل تنزل هذه الكفة للأسفل مثل هذه الصورة هذا الشيء داخل هذه الكفة يعتبر ثقيل لذلك نزلت هذه الكفة للأسفل لأنها تمثل مفهوم ثقيل أما إذا ارتفعت الكفة للأعلى مثل هذه الصورة هذه للأعلى لاحظوا اتجاه السهم للأعلى إذا هذا الشيء يعتبر خفيف يعتبر خفيف وأنا اليوم حضرت لكم هذا الميزان لتوضيح المفهوم ثقيل وخفيف على الميزان لاحظوا وضعت هنا ريشة وهنا كتلة حديدية الكتلة الحديدية هذه نزلت للأسفل نزلت للأسفل لماذا؟ لأنها تعتبر أو تمثل مفهوم ثقيل تمثل مفهوم ثقيل أما الريشة ارتفعت للأعلى لأنها تمثل مفهوم خفيف إذن هنا ثقيل وهنا خفيف هنا ثقيل وهنا خفيف كما شرحت لكم أيضا على الصورة ووضحت هذا الميزان هنا يمثل مفهوم خفيف لأنه ارتفع للأعلى وهنا يمثل مفهوم ثقيل لأنه نزلت أو الكفة نزلت للأسفل طيب فيه أشياء ما نقدر لا نحملها باليدين ولا نعرف وزنها بالميزان لأنها قطع حديدية كبير وثقيلة جدا لا نستطيع حملها مثل السيارات الحقيقية باص المدرسة الثلاجة التلفزيون بعض الأشياء نطلب المساعدة من الآخرين لحملها لكن بعض الأشياء حتى لو طلبت المساعدة من أمي أو أبي أو أختي أو أي أن كان لا أستطيع حملها مثل الباص هناك معدات حديدية تحمل الباص من جهة إلى جهة أخرى لقياس وزنها إذن لا أستطيع حملها سواء بنفسي أو بمساعدة الآخرين لكن صورة الثلاجة هنا والتلفاز بإمكاني أن أحملها لكن بمساعدة الآخرين لأن وزنها يعتبر ثقيل إذن نعرف وزن الأشياء إذا هي خفيفة أو ثقيلة من خلال حملها باليدين أو استخدام الميزان وأشياء أخرى أيضا لكن لا نستطيع استخدام الميزان ولا حملها باليدين إنما نحتاج فيها للمساعدة من الآخرين مثل الثلاجة لما ننقلها من مكان إلى مكان آخر التلفزيون أيضا لما ننقلها من مكان إلى آخر لا بد أن أطلب المساعدة من الآخرين لأن يقوموا بمساعدة في حمله لأن وزنه يعتبر ثقيل جدا لا أستطيع أن أحمله بنفسي طيب نأتي لهذه الصورة عندي سلة مليئة بالفواكه والخضروات في الصورة رقم واحد والصورة رقم اثنين عندي سلة فارغة تتوقعون وين الثقيل منها والخفيف هل السلة الممتلئة بالفواكه والخضروات تمثل مفهوم خفيف ولا ثقيل تتوقعون إذا كانت مليانة بالفواكه والخضروات وهذه السلة فارغة يعني فاضية ما فيها ولا شيء أحسنتم السلة المليئة بالفواكه والخضروات والخضروات في الصورة رقم واحد تمثل مفهوم ثقيل تمثل مفهوم ثقيل أما السلة الفارغة فهي تمثل مفهوم خفيف في الصورة رقم اثنين إذن هنا ثقيل وهنا تمثل مفهوم خفيف خفيف أحسنتم نأتي لصورة أيضا مختلفة عندي في الصورة الأولى صندوق مليء بالألعاب والدماء وصورة ثانية دمية واحدة فقط دمية على شكل دم طيب أيضا نريد أن نعرف وين الشيء الثقيل منها وين الشيء الخفيف هذا الصندوق المليء بالألعاب والدماء تتوقع أنه وزن خفيف ولا ثقيل لما أجي أشيلة بيدي أحسنتم مقارنة بالدمية يعتبر وزنه ثقيل أحسنتم لأنه مليان أغراض يكون ثقيل لكن دمية واحدة أستطيع أن أحملها بيد واحدة إذن وزنها ممتاز وزنها خفيف إذن هنا ثقيل وهنا خفيف أيضا نأتي لصورة مختلفة هنا هالمرة عندي غسالة ملابس وهنا آسفة هنا رقم واحد وهنا رقم اثنين هنا ملابس في الصورة الأولى رقم واحد هذه الصورة رقم واحد غسالة ملابس تتوقعون غسالة الملابس أستطيع أن أحملها بيد واحدة بيد واحدة أو حتى يديني ثنتين أستخدمها لحملها لا لماذا؟ أحسنتم لأن وزنها ثقيل وزنها ثقيل أما الملابس بسهولة أحملها إذن تمثل أي مفهوم الملابس؟ ممتاز تمثل مفهوم خفيف خفيف طيب نشوف صورة ثانية عندي علبة مليئة بالماء مليانة هذا العلبة بالماء شوفوها حد الماء إلى هنا يعني مليانة وهذا كاس من الحليب أيضا نريد أن نعرف وين الثقيل وين الخفيف علبة الماء هل هي تمثل مفهوم خفيف ولا ثقيل؟ أحسنتم يا أبطال تمثل مفهوم ثقيل بصير وزنها ثقيل سأحتاج المساعدة من الآخرين لحمل هذه العلبة المليئة بالماء طيب الكاس الكاس إذا كان هذه ثقيل هذا بتكون ممتاز خفيف سواء كاس حليب كاس عصير كاس ماء مهما اختلفت المادة الموجودة في الكاس أستطيع أحملها بيد واحدة وأشرب منها إذن وزنها خفيف أستطيع أن أحملها طيب نشوف صورة ثانية هل مرة ثلاجة ومعجون وفرشاة وين الثقيل وين الخفيف؟ خلونا نبدأ بالثقيل وين الثقيل؟ أحسنتم الثلاجة تعتبر وزنها ثقيل لا أستطيع أن أحملها إنما ماذا؟ أحتاج أحسنتم أحتاج المساعدة من الآخرين لحملها من مكان إلى مكان آخر إذن هي تمثل مفهوم ثقيل طيب الفرشاة والمعجون الخاصة بالأسنان هل أستطيع أحملها بنفسي بسهولة؟ أم لا أطلب المساعدة؟ أنتم لما تروحون تفرشون أسنانكم بعد الواجبات هل تحتاجون مساعدة لحمل هذه الفرشاة والمعجون؟ لا أحسنتم أحسنتم إذن يعتبر وزنها ماذا؟ ممتاز خفيف يسهل حملها إذن هي خفيفة نأتي الآخر صورة عندي مكتبة مليئة بالكتب وكتاب واحد تتوقعون وين السقيل وين الخفيف؟ إذا جئنا نشيل أحسنتم المكتبة المليئة بالكتب ستكون وزنها ثقيل سأحتاج المساعدة من الآخرين لحمل هذه المكتبة المليئة بالكتب أما الكتاب الواحد فوزنه خفيف بسهولة أستطيع أن أحملها طيب نأتي لهذا التمرين ضع دائرة حول الأشياء الثقيلة يعني ثقيل يعني يصعب حمله يصعب حمله قد أحتاج للمساعدة من الآخرين وأحيانا لا بد من وجود معدات لحمل هذه الأشياء عندي تلفزيون، هاتف، مكتب، قلم رصاص وسرير برأيكم وين الأشياء الثقيلة في هذه الصورة؟ أشياء الثقيلة أحسنتم يا أبطال التلفاز التلفاز يمثل مفهوم ثقيل لأني أطلب المساعدة عند حملة من مكان إلى مكان آخر طيب الهاتف، التلفون الموجود في المنزل هل تطلب المساعدة من الآخرين ليقوموا بحملة معك؟ لا، إذن هو يمثل مفهوم خفيف إذن سأتركه لن أضع حوله دائرة نأتي للمكتب المكتب لو بغض أنقلم من مكان إلى مكان آخر سأحتاج ماذا؟ سأحتاج المساعدة إذن هو يمثل ماذا؟ مفهوم ثقيل ممتاز يا أبطال ماذا عن قلم الرصاص؟ الآن أنا أحمل بيدي قلم هل طلبت المساعدة من الآخرين ليقوموا بحمل القلم معي؟ لا، إذن هو يمثل مفهوم ماذا؟ خفيف ممتاز إذن سأتركه ولن أضع حوله دائرة نأتي لي آخر صورة السرير يمثل مفهوم ماذا؟ ممتاز يمثل مفهوم ثقيل إذن سأحتاج المساعدة من الآخرين ليقوموا بحمل هذا السرير من مكان إلى مكان آخر إذن هو يمثل مفهوم ثقيل طيب، نشوف تمرين آخر ضع دائرة حول الأشياء الخفيفة هل مرة الأشياء الخفيفة التي يسهل حملها لن أحتاج لمساعدة الآخرين عندي كنب، عندي قط، عندي دمية دب، عندي كرسي، عندي بالون برأيكم وين الأشياء الخفيفة التي يسهل حملها؟ يعني بسهولة أشيلها ما أحتاج المساعدة؟ أحسنتم القط خفيف وزنة أستطيع أن أحمله بيدي؟ الدمية أو اللعبة التي على شكل دب أيضا تمثل مفهوم خفيف ماذا عن الكرسي الذي مثلا في غرفة الصاف أو في غرفتك؟ أيضا يمثل مفهوم خفيف يسهل حمله؟ ماذا عن البالون؟ أحسنتم يمثل مفهوم خفيف طيب متبقي هذا الكرسي أو الكنب الموجود في غرفة المعيشة أو في الصالة أو في المجلس في المنزل هل تستطيع أن تحمله بسهولة؟ لا لماذا؟ لأن وزنه ماذا؟ أحسنتم لأن وزنه يعتبر ثقيل إذن لن أضع حوله دائرة لأن في السؤال طلب مني الأشياء الخفيفة بهذا أكون أنهيت درس اليوم أتمنى أن يكون مفيد لكم ولا ننسى أعزائي أولياء الأمور تعميم المهارة في المنزل من خلال إما قراءة القصص التعليمية التي تحتوي على مفهوم خفيف وثقيل أو تجربة حمل الأشياء التي موجودة حولكم لتمييز الوزن بين الأشياء هل هذه خفيفة أم ثقيلة حتى يقوم الطالب بتجربة حملها ويشعر بالوزن كانت معكم المعلمة أمن التمامي أراكم في الحصة القادمة مع السلامة